أن مشاهدين الوثيقة الجديدة المرتقبة في السودان ستضع إطارا لإدارة مرحلة ما بعد الحرب وتقترح تعيين سبعة أعضاء للسيادين من العسكريين والمدنيين إضافة إلى ثلاثمائة عضو للمجلس التشريعي من القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب ورجال الدين وأطراف السلام وأن يقوم مؤتمر الحوار السوداني السوداني باختيار لجنة من 15 عضوا من القوى المشاركة لترشيح أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ووفق المشروع الوطني فإن الفترة الانتقالية مقترح أن تمتد لثلاثة أعوام على أن تجري الانتخابات العامة في نهايتها هذه الفترة الانتقالية ستحكم وفق الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 إلى حين تعديلها بما يتناسب مع الأوضاع السياسية الجديدة وتقترح الوثيقة بأن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية دون محاصصات حزبية بل من كفاءات سياسية ومهنية ذات خبرة وتأهيل فيما سيتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من لجنة مكونة من 11 شخصية قومية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة وتختار هذه اللجنة ثلاثة أشخاص يرشحهم المؤتمر السوداني السوداني لرئاسة الحكومة لتقديمهم إلى مجلس السيادة ليحدد بدوره المناسب لرئاسة الوزراء كما اقترح المشروع ست مستويات للحكم الاتحادي بالبلاد وهي مجلس السيادة ويمثل رمزية الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ترجمة نانسي قنقر